اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة أربعة معناها عدنا أربعة أركان طيب ما المقصود بالتشبيه؟ التشبيه هو المماثلة بين شيئين المماثلة بين شيئين أو التسوية قد تصل أحيانا إلى حد التسوية التسوية بين شيئين اشترك في صفة أو أكثر قد يكون التشبيه ولا المماثلة بين المشبه والمشبه به في صفة واحدة أو أكثر من صفة أو التسوية بينهما في صفة أو أكثر طيب وبحيث يكتسب المشبه من المشبه به قوة وجمالا في المعنى لما نشبه شيء بشيء ونماثل بينهما نزيد المشبه قوة وجمالا طيب الآن ننبه على شيء مهم أدوة تشبيه أدوة تشبيه ليس كما يفهم الجميع دائما تكون الكاف أدوة تشبيه عندنا ثلاث أنواع إما أن تكون حروف وإما أن تكون فعل وإما أن تكون إسم لاحظ أدوة تشبيه ثلاث أنواع إما أن تكون حرف وإما أن تكون فعل أو أن تكون إسم الحروف التي تستعمل للتشبيه عندنا الكاف عندنا كأ كأنما وعندنا كأن ثلاث حروف تستعمل غالبا لتشبيه هذه حروف الكاف كأنما وكأنما طيب عندنا أفعال كذلك التشبيه يكون بطريق الفعل مثلا عندنا يحاكي بمعنى يشبه يحاكي يشبه عندنا يماثل عندنا يضاهي وعندنا يضارع هذه أفعال تستعمل كآدات للتشبيه إما أنصب الحرف وإما أنصب فعل من هذا الأفعال يحاكي يشبه يماثل يضاهي ويضارع طيب قد نجد اسم في مكان أدى التشبيه اسم من الأسماء مثلا شبه شبه أو شبيه أو نظير نظير قد نجد أدى التشبيه حرف ولا نجدها فعل ولا نجدها كذلك اسم شبه شبيه نظير محمد شبه الأسد أو شبيه الأسد أو نظير الأسد محمد كالأسد محمد كأنما أسد محمد كأنه أسد ولنقول محمد يحاكي الأسد محمد يشبه الأسد إذن أدى التشبيه قد تكون حرف قد تكون فعل قد تكون اسم طيب الآن رحوا الأنواع تشبيه مباشرة أنواع التشبيه عندنا تشبيه تام لاحظوا معي تشبيه تام ما معنى تشبيه تام هو ما ذكرت فيه جميع الأركان التشبيه التام هو التشبيه الذي تذكر فيه جميع الأركان الأربعة اللي هي المشبه والآدد والمشبه به وجه الشبه طيب نقول نقول مثلا أمي لاحظ أمي كالشمس أمي كالشمس في الضياء لاحظ هذا تشبيه تام لماذا تشبيه تام لأنه ذكرت جميع الأركان المشبه الأم المشبه به الشمس آدة تشبيه هي الكاف وجه الشبه في الضياء هذا تشبيه نسميه تشبيه تام مثلا قول المتنبي كذلك قول المتنبي العمر العمر مثل الضيف لاحظ أو كالطيف كالطيف ليس له إقامة لاحظ العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة هذا تشبيه تام لماذا تشبيه تام لأن جميع الأركان مذكورة المشبه العمر المشبه به الضيف ولا الطيف أدت تشبيه هنا الأدت تشبيه هي مثل مثل أو أدت تشبيه هنا الكاف أنه شبهه بالضيف وشبهه بالطيف طيب وجه الشبه ليس له إقامة أي أنه لا يقيم في مكان معين طيب دروا مثل آخر علي علي كالأسد في الشجاعة هذا تشبيه تام ما معنى تشبيه تام جميع الأركان مذكورة المشبه علي المشبه به الأسد أدت تشبيه الكاف وجه الشبه في الشجاعة طيب التشبيه النوع الثاني من التشبيه التشبيه المجمل التشبيه المجمل ما هو التشبيه المجمل هو الذي حذف فيه حذف فيه وجه الشبه معنى يحذف رقن واحد فقط اللي هو وجه الشبه معنى المشبه والمشبه به والأدت مذكورين إذا حذف وجه الشبه في التشبيه يسموه تشبيه مجمل ولا يسموه تشبيه مرسل كما تحب تشبيه مجمل ولا تشبيه مرسل يقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات كمشكات فيها مصباح المشبه نور الله تبارك وتعالى المشبه به مشكات فيها مصباح عادة الشبه هي الكاف وحذف وجه الشبه وجه الشبه غير مذكور لم يذكر الله تبارك وتعالى وجه الشبه إذن هذا تشبيه مجمل ولا نسموه تشبيه مرسل مثلا كنقول أنت كالأسد المشبه أنت المشبه به الأسد وجه الشبه الكاف أدت تشبيه الكاف وجه الشبه محذوف إذا حذف وجه الشبه معناه تشبيه مجمل أو تشبيه مرسل كذلك قولنا العلم كالنور العلم المشبه النور مشبه به أدت تشبيه الكاف وجه الشبه محذوف إذن هذا تشبيه مجمل أو تشبيه مرسل طيب النوع الثالث من التشبيه نسموه تشبيه بليغ تشبيه بليغ وهو معروف عند كثير من الناس تشبيه بليغ ما هو تشبيه البليغ؟ تشبيه البليغ تشبيه البليغ أن يذكر المشبه والمشبه به ويحذف الآدات وجه الشبه تحذف الآدات ووجه الشبه إذا حذف وجه الشبه مع الآدات فهو تشبيه بليغ مثلا مثلا كقول المتنبي أحبك أحبك يا شمس يَا شَمْسَ الزَّمَانِ وَبَدْرِهِ وَإِنْ لَامَنِ وَإِنْ لَامَنِ فِيكَ فِيكَ السُّهَة السُّهَة والفراقد طيب أحبك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السُّهة والفراقد ذكر المشبه والمشبه به فقط إذا كان عدنا تشبيه ذكر فيه المشبه والمشبه به فقط وجه الشبه محذوف والآدات محذوفة فهذا تشبيه بليغ هنا المشبه به هو سيف الدولة المشبه هو سيف الدولة المشبه به هي الشمس والبدر شمس الزمان والبدر إذن التشبيه البالغ أن تحذف أن تحذف أن تحذف أدات التشبيه ويحذف وجه الشبه طيب كذلك مثال آخر العلم نور لاحظ العلم نور المشبه العلم المشبه به نور الآدات محذوفة وجه الشبه محذوف إذن هذا تشبيه بليغ طيب التشبيه الموالي تشبيه مفصل تشبيه مفصل تشبيه مفصل التشبيه المفصل إذا حذفت الآدات فقط إذا حذفت الآدات فقط كل تشبيه ما كشفه الآدات فهو تشبيه مفصل معناه المشبه كاين والمشبه به كاين ووجه الشبه كاين مثلا نقول محمد محمد أسد في الشجاعة محمد أسد في الشجاعة محمد المشبه أسد المشبه به الآدات مكاش محذوفة وجه الشبه كاين في الشجاعة إذن هذا نسموه تشبيه مفصل تشبيه تشبيه مفصل طيب النوع النوع الموالي عدنا تشبيه تمثيلي تشبيه تمثيلي تشبيه تشبيه تمثيلي التشبيه التمثيلي وتشبيه صورة بصورة تشبيه صورة بصورة ووجه الشبه الإشكال في التمثيل التشبيه هو في وجه الشبه وجه الشبه يكون يكون صورة منتزعة من عدة أشياء أو صورة منتزعة من أشياء متعددة معناها وجه الشبه يكون فيه أشياء متعددة نشبهه في واحدة منها صورة منتزعة من أشياء متعددة في التمثيل أو في التشبيه اللي يسموه تشبيه تمثيلي يقول الشاعر لاحظ إن القلوب إن القلوب إذا استحالة تجبرها طيب المشبه به في هذه الحالة هناك تشبيه تمثيلي تشبيه تمثيلي المهم للركز عليه في تشبيه تمثيلي أن وجه الشبه يكون صورة منتزعة من أشياء متعددة من أشياء متعددة مثلا قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أمولاهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة شبه الله تبارك وتعالى هيئة الذين ينفقون أمولاهم في سبيل الله ويعطونها للفقارة بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فوجه الشابه هنا صورة منتزعة من أشياء متعددة هنا تشبيه تمثيلي طيب التشبيه الموالي هو التشبيه الضمني التشبيه التشبيه الضمني التشبيه الضمني هو تشبيه خفي يسموه تشبيه الضمني أو تشبيه خفي تشبيه خفي طيب التشبيه الضمني أو تشبيه الخفي لا يأتي على الصورة المعهودة للتشبيه بحيث لا يصرح به لا بالمشبه لا بالمشبه به ما يصرحوش لا نصرح بالمشبه ولا بالمشبه به وإنما يفهم ويلمح ذلك ضمنيا من خلال الكلام وإنما يفهم ويلمح ذلك من خلال الكلام ولذلك سمي تشبيه ضمني نفهمه ضمنيا من الكلام وغالبا في تشبيه الضمني هذا هو الإشكال في التشبيه الضمني غالبا في التشبيه الضمني أن يكون المشبه المشبه قضية أو ادعاء أو أمر من الأمور طيب ويكون ويكون المشبه به هو الدليل هو الدليل والبرهان على قضية المشبه إذن التشبيه الضيمني يكون المشبه قضية أو ادعاء أو أمر من الأمور ويكون المشبه به هو الدليل وهو البرهان وهو البينة على الادعاء ولا على المشبه باختصار التشبيه الضيمني قضية وهي المشبه والدليل على صحتها المشبه به المشبه هو القضية والمشبه به هو الدليل تح ولا البرهان تح هذا القضية هذا كامل اسمه تشبيه ضمني تشبيه ضمني ندروا مثل عليه تشبيه تشبيه ضمني مثلا قول الشاعر أبو فراس الحمداني سيذكرني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر في هذا المثال في هذا المثال حاجة القوم إلى إلى الشاعر أو إلى القائل وقت الشدة بحاجة الناس إلى البدر ليلة الظلماء شبه حاجة حاجة القوم إلى إلى الشاعر كحاجة الناس في الليلة الظلماء إلى البدر وهذا كله يلمح من خلال المعنى تشبيه حاجة القوم إلى القائل كحاجة الناس في الليلة الظلماء إلى البدر وهذا من سموه تشبيها ضمني تشبيها ضمنيا تشبيها ضمنيا طيب هنا نقطة مهمة الشيء الذي نفرق به بين التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني نقطة مهمة كيف نفرقه بين التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني التشبيه التمثيلي غالبا ولا دائما تكون الآدات مذكورة آدات التشبيه في التشبيه التمثيلي تكون غالبا ولا دائما مذكورة سواء كانت حرف أو فعل أو اسم بينما في التشبيه الضمني لا تذكر الآدات لا تذكر الآدات طيب غالبا هم يمدوا في الباق غالبا يمدوا تشبيه تمثيلي ولا ضمني إذا صبت التشبيه وما عرفتش أسكو تشبيه تمثيلي ولا ضمني طيب تشبيه تمثيلي الآدات غالبا تكون مذكورة قلنا سواء كانت فعل أو اسم أو حرف بينما في التشبيه الضمني الآدات لا نذكرها أبدا أبدا لا تذكر آدات التشبيه في التشبيه الضمني إضافة إلى ذلك في التشبيه الضمني قلنا المشبه قضية والمشبه به هو الدليل هو البرهان على هذه القضية بينما في التشبيه التشبيه التمثيلي في التشبيه التمثيلي يركز على وجه الشبه وجه الشبه يكون صورة منتزعة من أشياء متعددة طيب نعودوا نرجع للتشبيهات الأولى طيب تشبيه المفصل والآدات محذوفة كل تشبيه ما فيهش الآدات الآدات محذوفة فهو تشبيه مفصل طيب كل تشبيه حذفت الآدات مع وجه الشبه مكلا آدات لوجه الشبه فهو تشبيه بليغ طيب تشبيه البليغ مدام أنه نذكر المشبه والمشبه به فقط قد يكون على صورة مبتدأ وخبر قد يكون على صورة المفعول المطلق وهو الاسم وفعله قد يكون على صورة المضاف والمضاف إليه إذن مدام أنه تشبيه البليغ لا تذكر الآدات ولا يذكر وجه الشبه يذكر المشبه والمشبه به هذا المشبه والمشبه به قد يكون مبتدأ وخبر قد يكون اسم وفعله لهو على صورة المفعول المطلق وقد يكون المضاف والمضاف إليه طيب التشبيه المجمل تشبيه المجمل ما حذف وجه الشبه إذا القينا المشبه والمشبه به والآدات وجه الشبه المحذوف ما كاش وجه الشبه فهو تشبيه مجمل طيب إذا القيناهم كامل المشبه والمشبه به والآدات وجه الشبه فهو تشبيه تام وقلنا أن أدات التشبيه ممكن أن تكون حرف وممكن أن تكون فعل وممكن أن تكون اسم طيب أحيانا يطلب منك ما هي الغاية ما هو السر البلاغي السر البلاغي للتشبيه وأثره على المعنى جميع أنواع التشبيه السر البلاغي التاحة ولا أثرها البلاغي ولا أثرها المعنى هو تجلية تجلية وتوضيح المعنى عن طريق عن طريق المماثلة المماثلة بين شيئين مع الإيجاز والتصوير جميع أنواع تشبه سرها البلاغي وأثرها في المعنى هو هذا تجلية وتوضيح المعنى عن طريق المماثلة بين شيئين مع الإيجاز والتصوير بارك الله فيكم لا تبخل علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر